الأخيرة تشهدها مناطق واسعة من موريتانيا بفعل شح الأمطار في موسم الخريف الماضي التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم مع معاناة أكثر من أربعمائة ألف موريتانية من المجاعة بسبب نقص الأمطار وطول فترة الصيف المتواصلة منذ خريف 2017 دق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر مؤكدا أن النقص الكبير في أمطار 2017 جعل موريتانيا شأنها شأن بقية دول الساحل الأخرى تتعرض لأخطر موسم جفاف عرفته في تاريخها مشيرا إلى أن الأمطار القليلة التي شهدها الموسم الماضي والتي كانت سيئة التوزيع أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى المواشي وجعلت السكان أكثر عرضة للهشاشة والضعف والأمراض وسوء التغذية وهو وضع تتطلب مواجهته تضافرا سريعا لجهود الحكومة وشركاء موريتانيا ولجأ عدد من مربي المواشي إلى تخلص من قطعانهم بأسعار منخفضة مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة تخوفا من ارتفاع المصارف على الدواب في غياب المرعى وتسبب شح الأمطار في نقصا شديدا بالبساحات الرعوية والتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا من التصحر وانحسار الغابات والغطاء النباتي كما تضررت كل أنواع الثروة الحيوانية بالجفاف الذي يضرب البلاد والذي تسبب في هجرة كبيرة لسكان القرى والأرياف نحو المدن الرئيسية بحثا عن فرص عمل ومساعدات حكومية بعد أن اضحط زراعة غير مجدية بسبب النقص في المياه فيما هاجر عدد من ملاك المنشية إلى دول الجوار خاصة مالي والسنغال بحثا عن مناطق دعي وأمام الانتقادات الموجهة لها أعلنت الحكومة أنها انتبهت مبكرا للأثر الناتجة عن شح الأمطار هذا العام وأنها اتخذت كل الإجراءات للحد من آثار الجفاف هذا وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس وفق أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية